الآن لم يبقى في المعركة مع إسرائيل إلا أمريكا وبريطانيا نعم الكل تخلوا مع أن الشعوب مختلفة الشعوب كلها معنا نعم ولكن كحكم الدولتين هذول هم الذين ما زالوا يدعمون إسرائيل كيف ستنتهي الحرب هل بهدنة؟ ما فيش هدنة ما فيش هدنة بدها تنتهي بالتحرير ولكن مش مكرة هذه السقصة صلى 70 سنة وانهيارها أكبر بكتير من انهيار إسرائيل هي هزيمة لأمريكا ولبريطانيا طبعا فلن يسمحوا بهذا الانهيار الآن من يحارب المعركة عن إسرائيل لإخراج صيغة لإنقاذ إسرائيل الآن أرجوكم يا أمتي بنقرأ أرجوكم ما يحصل ليس كيف ننقذ غزة ولا فلسطين نعم كيف ننقذ إسرائيل من هذا المأزق قالت بنا تقضي على حماس وما قدرت فشل فولتير قال تستطيع أن تهزم جيوشا ولكنك لا تستطيع أن تهزم فكرة وحماس هي حركة وفكرة الفكرة كل العرب يؤمنوا فيها نعم اللي هي محاربة إسرائيل تحرير تقدرش تقضي عليها هذه فكرة نعم أنت تقول أني أنا حقدي على حماس تكون أم تخطأ أم تحلم الآن المعركة هي معركة بين العملاقين من خلال الحرب القائمة على الأرض بين الأطراف وهذه هي ما سيؤدي لأن الموضوع حساسي كثير هنا لأمريكا بالذات قواعدها ومصالحها الاقتصادية وكل شيء ونفطها وغيره يعني إذا كان لسه نحن بير نفط في سوريا سوريا بير بير نفط مش قابلين يتركوه فهذه منطقة مهمة لأمريكا مش هتتخلى عنها وهو بنفس الوقت طيب مش هتخلى عنها هننتصر في الحرب إزاي مش إحنا مش إحنا ده أجيال تانية دي حرب بين الاتنين شو اللي رح يحصل أي رح تطلع شرارة بين الصين وأمريكا من خلال تايلان من خلال تايوان مثلا قررت أمريكا تستفز الصين وتعطي سلاح لتايوان قررت بس ما أعطيتش لسه قد يأتي واحد مثل ترامب ويقول بدي أمريكا ويأتخذ هذا القرار وأنا بتحدى أمريكا فالصين تدخلت بتحدى الصين هتضربه هما تضربه هيتضربه كل المناطق دخلت في الصين يعني روسيا يعني كوريا الجنوبية يعني الهند يعني كل قواعد أمريكا في العالم يعني كل قواعد تصبح مهددة وتخلص إمتى وعلى إيه أنا بتوقع أنه في السنة بين هذه السنة والسنة القادمة فقط بهذا القرب نعم لأنه لا تحتاج إلا احتكاك واحد يعني احنا في مرحلة تحديد القوى الحاكمة في العالم في العالم هذا هو الموضوع هذا هو الموضوع احنا مش عارفين احنا بمفكر بتفاصيل القضية أكبر من تفكيرنا واضح القضية هي من سيحكم العالم أمريكا حكمته لمائة سنة وهذا حقها أن تستمر في حكمه للأبد نعم والصين ترى أنه هذا خلص انتهى وبكفي لازم يتغير نظام الحكم في العالم وهذا حقها أيضا فكيف ومن سيحكم العالم هو ما يبحث الآن وهو مع مبدأ وسبب ونتيجة كل المعارك القائمة كل المعارك اللي بالدنيا نعم هي لتركيز قواعد للانتصار ولقيادة العالم ترجمة نانسي قنقر